هل تفعلها روسيا وتقطع خطوط الانترنت البحرية كما حذر مسؤولون عسكريون امريكيون لصحيفة نيويورك تايمز الشهر الماضي راقبت واشنطن بحذر سفينة التجسس الروسية يانتر المزودة بغواصات صغيرة بعد ان ابحرت قبالة الساحل الشرقي للولايات المتحدة في اتجاه كوبا حيث تقع مجموعة كابلات رئيسية بالقرب من قاعدة جوانتانمو كما رصدت واشنطن بحذر نشاط السفن والغواصات الروسية بالقرب من الكابلات في بحر الشمال وفي شمال شرق اسيا وهذا ما اثار قلق البنتاجون الذي يخشى من ان يكون الروس يبحثون عن نقاط الضعف في اعماق البحر يصعب فيها تحديد اماكن قطع الكابلات او اصلاحها وهذا بحد ذاته سيكون كارثيا فمن المفيد ان نعرف مثلا ان نحو 885 الف كيلوماتر من الكابلات تم تمديده في اعماق البحر والمحيطات لتأمين الانترنت حول العالم وان عبر هذه الكابلات يمر ما بين 90 الى 95% من المعلومات وعبرها كذلك تتم عمليات تبادل مالي وتجاري تصل قيمتها الى 10 تريليون دولار يوميا ازاء ذلك الى اي مدى يمكن ان يكون تعمد قطع الانترنت متاحا يكفي متابعة هذه الخطوط المتشابكة عبر البحار للاستنتاج بان الامر معقد خبراء طمأنوا الى ان العودة الى العصر الحجري مستحيلة وان قطع اي كابل لن يؤدي بالضرورة الى قطع الانترنت على نطاق واسع لان كابلات رديفة مجهزة لتحل اوتوماتيكيا محل الكابلات الرئيسية التي قد يلحق بها اي ضرر من هنا قد يكون الهدف الحقيقي من تحريك روسيا سفنها فوق كابلات الانترنت استعراضيا بغية اذلال الولايات المتحدة واوروبا عبر التلويح بتهديد مصالحهما الحيوية كما يعتقد الخبير العسكري الامريكي ستيفن بلانك فبعدما تحول الانترنت الى الشريان الذي يتنفس به العالم بات قطعه يعني مشروع حرب كبرى فهل من يجرؤ على فتحها؟